كما وجه الرئيس السيسي التحية لكل قائمين على مشروع تنمية الأسرة المصرية داعيا إلى التكاتف والعمل من الأجنية محاربة الفقر والجهل كما أكد الرئيس السيسي على أن هذا المشروع لا يهدف فقط لتنمية الأسرة وإنما لتنمية الدولة ككل أتصور أن أنا أوجه كل التحية والتقدير للقائمين على الإعداد المشروع وأننا نتحرك فيه كلنا مع بعض زي ما أتقال الموضوع ده مش وزارة الصحة ومش التضامر الاجتماعي ده كلنا مع بعض جامعات أهلية أتصور الجامعات أتصور الإعلام أتصور زي ما أتقال كل المحاور اللي ممكن تشارك من فضلكم الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه ده هو مش بس تنمية الأسرة المصرية هو تنمية الدولة المصرية محاربة الفقر والجهل والتخلف ده أتصور كلنا محتاجين نحط أدينا في أدين بعض فيه عشان نتحول لعكس الكلمات دايد ترجمة نانسي قنقر